نتك للوضع العام قراءة رئيس الجمهورية المسألة هذه أساساً في الشغل المسؤولية تيسام مولانا خلينا إذا كمش تحكيه على المسار ككل منذ فترة أحنا في حالة مخاذ وتعيين عدد من المسؤولين ثم إيقالتهم ثم تعويض من المسؤولين المسؤولين إذا كانوا نشوفوا ما طالما نعمل قراءة حتى للتشكيل الحكومية تقريباً نحكيه على ثلثي التشكيل الحكومية تم تغييرهم بالتالي فهم عملية تغيير مستمر والبحث على بعض الشخصيات التي تنجم تكون شخصيات عندها يعني الترمي اللي يكون في المستوى ده هو النجاعة البحث عن الشخصيات الناجعة في مواقع معين لكن مسألة سد الشغلات هذه في العموم هي من أهم المسائل المطروحة في تونس أولاً إذا كان مش نحكيه داخل التشكيل الحكومية مثلاً عنا إلى حد الآن الشغور الموجود في زارة الثقافة نحن حالياً في وقت تونس تستعد للصيف ونحكيه على مهرجانات الصيفية ونحكيه على الكثير من المعطيات من المفترض تكون الوزارة دي على رأسه وزير الثقافة اللي هو يدير العملية دي تكون فما رؤية واضحة في علاقة بالمسائلة دي تنجم تكون بعض التونس اللي اسمه في نتو يعتبر مسألة دي هي مسألة متاع ترف فكري أنه تحكي على وزارة الثقافة أو تحكي على المهرجانات الصيفية وكذلك نفهم جزء كبير من التونس يعتبر مسألة دي مسألة جوهرية وشديدة الهامية إذا كان نابط شوية في مستوى التدرج ومستوى السلطة نحكيه على مناصب الولاد يعني إذا كان الأرقام اللي عندنا سحر نحكي على الثمانية والتسعة ولايات ذكروا بهم مثالي سرحان نحكيوا على ولاية تونس ولاية بيجا ولاية صفيقص ولاية الكيف ولاية جيبس ولاية القروان ولاية المستير ولاية المهدية وولاية أريانا مؤخرا بعد تعيين الوالي وزيرا الداخلية. الولايات هذي اشوف هاي الولايات الفيتونس لكلها ولايات مهمة جدا لكن فما ولايات حاليا اللي هي من غير والي يعني ولاية شديدة الأهمية من ناحية الاقتصادية ومن كل الزوايا تقريبا. ده كان نحكي على سفاقص من غير ولاية الى حد الان بحجم التراكم اللي موجود من الاشكاليات في سفاقص وتقريبا تقاطعت كل الاشكاليات في الرقعة الجغرافية متاع سفاقص. شفنا في البداية مشكلة الفضلات والجدل الكبير وعنكم ثم دوامة مزألة الهجرة غير ايضامي. الكثير من الاشكاليات اللي بدأت تتكثف بشكل تدريجي في ولاية سفاقص والى حد الان سفاقص من غير والي. هذي مسألة شديدة الاهمية وراء الوالي ممثل رئيس الجمهورية في الولاية. وعنده كما عنده المعنى الإدارية والصابقة الإدارية في إدارة الشأن العام. كما عنده حتى مسألة التمثيلية سياسية داخل الولاية. مهم جدا أن يكون عندك كنتي والي في ولاية سفاقص أو إذا كان معناها بعض الولايات إذا كان نحكي على ولاية تونس نحكي على ولاية تريانا نحكي على باجة نحكي على الكاف نحكي على جابس. ولاية شديدة الأهمية من غير المعقول Warren وتوقع منغير والي إلى حد الآن خاصة بتعيين والي ريانا بتعيين وزيرنا الداخلية معنا ما يقول زوز ولايات في تونس الكبرى نحكيه على تونس ونحكيه على ريانا منغير والي مسألة هذه يبدو لي أنه من أهم المسائل اللي هي مسألة مستعجلة وضرورية سيحقا فيه نحكيه يومين على يعني على الديناميكية السياسية ونحكيه على الكثير من المعاطيات السياسية ونحكيه على الحرية اللي هي مسائل جوهرية ومهمة جدا ونحكيه نحن تقريبا حتى في بلاتو هذا بشكل يومي على مسألة المرسومة وخمسين على الحريات على الحقوق على القوانين لكن حتى المسائل هذه في مستوى إدارة الدولة مستوى الشأن العام رهي مسائل شديدة الأهمية من غير المعقولة نحكيه على التسع ولايات في تونس من غير والي إلى حد الآن نعبدو حتى في مستوى تدرج بالسلطة نحكيه حتى على مناصب معتمدين اللي هم مهمين جدا المعتمدين هدوما دي بوست مهمين جدا يمكن حتى في التصور جديد متع بناء السلطة ما همش موجودين بشكل مكثف لكن يقعد ديما منصب المعتمد مهم جدا شفت حتى مؤخرا بعض التدوينات اللي تحكي على أنه حتى المنصب هذا يقعد إلى حد الآن من غير نظام أساس مما بعض معطيات اللي هي في حاجة إلى التدقيق في حاجة إلى التوضيح لكن منصب معتمد يقعد ديما منصب مهم جدا ويجب أن لا تبقى الكثير من المعتمديات دون معتمد وبالتالي شفت في التدرج في مستوى السلطة نحكي على الوزراء نحكي على الوليات نحكي على المعتمدين كل هذا البناء اللي موجود في مستوى السلطة وإدارة الشأن العام يجب أن يكون بناء مكتمل نزيدول وزيد بناء آخر وإذا كنت نحكي وحط على البرلمان يتوصل يوقع دي لحد الآن سبعة مقاعد مغير سبعة مقاعد اللي ما صارتش فيها معناها انتخابات ومرا نسمع تصريحات شفنا جدل قانوني وتقني بين البرلمان وبين هيئة الانتخابات اللي إلى حدود اللحظة حتى الجدل هذا لم يتم تجاوز الان برلماني يقولك المسألة دي هي مسألة بيد هيئة الانتخابات وهو هيئة الانتخابات يقولك المسألة دي هيئة بيد البرلماني اللي هو يعمل جلسة عامة معين الشغرات ويرسل تقاير الانتخابات هي fazendo Click On يعني إذا كان نشوفو نحن تقريب الهيكل عام لكل السلطة تقريبا في كل مستوى نلقاوا عن شغرات من غير المعقول أنه نحكيه على السرعة كياسية لإدارة الشقة العام نحكيه على تغيرات في مستوى إدارة الشقة العام في طونس نحكيه على أنه نحن يجب أن نغير حتى في مستوى سرعة إدارتنا للشأن الاقتصادي وتقعد الهيكل العامة لكل منتع بناء السلطة دي في هالكثير من الشغورات. مسألة دي يجب أن تكون مسألة حتمية في إدارتها ويجب أن نشوف صحيحة رئيس الممورية يحكيها على الولاء الوطن ودي مسألة ما فيهاش معناه خلافات هذي مسألة بديهية. فما أنا في تقديري خاص فمزوز مسألة. يجب أن نراعي أولا مسألة النجاعة. أن يكونوا الشخصيات الموجودين هذومة عندهم بطبيعة النسبة من الوطنية. دي مسألة من ما نحكيه وشفية. دي مسألة بديهية. لكن يجب أن تتوفر النجاعة في الشخصيات هذومة. ويجب أن لا نتأخر في أنه نختار الشخصيات. لأنه بقدر ما نتأخر ونحن في اختيار الشخصيات هذومة بقدر مسألة تولي فيها تراكم كبير برشا. ونجم وناخذوا أحنا سفيقس كايشانتيون. كيسوا عليه. بقدر ما مشاكل تقعد تتراكم وتستنى أنت قرار داخل سفيقس. قرار سياسي يتخذ الوالي داخل سفيقس. وبالتالي مسألة دي رهي مسألة. تتطلب النجاعة لكن تتطلب السرعة ويجب أن تكون في زمن قياسي وندارك وابتسام كل هذا الخلل الموجود في تركيبة السلطة في شكلها العام. ناخو رأيك تارق فيما يتعلق بمسألة سد الشغرات. نفس السؤال شنو